كيف أقلل من مصرفاتي؟ سؤال وردني من كثير من أفراد عائلة 10 مينت وكانت إجابة هذا السؤال فيه ثلاث نقاط محورية الأولى أنه أنت تتخذ قرار الشراء بعد عملية تذكير مطولة يعني خليني أحكي لك إرطي لنفسك يومين أو ثلاثة على الأقل قبل شراء أي سلاء أو خدمة لأنه أنت يعني تتخذ القرار الصائب وخليني أحكي لك هذه إذا كان يعني قرار الشراء لصالح أنه أنت تلبي احتياج أساسي أو ضروري يعني فهذا سوف يكون لصالحك أما تحقيق رغبة معينة فهذا يعني يجب أن تتخذ القرار وتعيد التفكير اثنين خليني أحكي لك لازم تتدخر جزء من أموالك أو من الإرادة اللي بيأتيك 10% على الأقل لأنه هذا أيضا يشعرك بالوفرة المالية وحيساعدك على تقليل المصرفات من أجل الادخار وأنه أنت تشعر بالثراء المالي النقطة الثالثة وهي أنه أنت تقلل من المصرفات على مثلا الشوبينغ على الصهرات الخارجية على وجبات اللي في المطاعم بتكون وهذا سوف يساعدك بشكل كبير أنه أنت تقلل من مصرفاتك وخلينا أحكي لك اعتمد كبديل الوجبات البيتية وهذه أكثر صحية خصوصا يعني من الوجبات الخارجية هذه ثلاثة قرنيات يعني تقريبا إن شاء الله حساعدك على تقليل مصرفك ولا تنسى طبعا متابعة حساباتي على السوشيال ميديا والاشتراك في قناتي وربنا يوفقكم بسعدكم بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة